نظرة البشرة أهم أساسيات الجمال اسألوننا والعقد اللي بتسببها للستان ولأننا كل يوم بنسحى الصبح على منتجات جديدة في عالم البشرة مش عارفين مكوناتها إيه ولا مصدرها إيه فاحنا بنستخدم اللي بنسمع عنه حتى ولو كان لي أضرار جانبية على المدى القريب أو البعيد وطبعا مع تكرار الاستخدام بتباني الأضرار دي على بشرتنا وبعدها نرجع ندور على حلول تاني طب ما فيش وقت الحكاية دي يا جماعة الحل موجود مع بنكي كريم التفتيح والترتيب والتغذية لبشرة زي النجوم مع ضفتنا دكتورة دينا أبو السعود زيك يا دينا عاملية أهلا بيك يا حبيبية قلبي دكتورة دينا إيه هي أضرار استخدام الكريمات المستمر على البشرة وإحنا الكريمات دي غالبا أو عادة بتعتمد على مكونات غير طبعية أحيانا استخدام الكريمات المجهولة المصدر الكريمات الغير مرخصة بتعمل side effects وبتعمل مشاكل وبتعمل infection وبتعمل التهابات وبتعمل جفاف وبتعمل حبوب وحاجات كتير قوي إحنا في غينة عنها وأحيانا ممكن كريم يبقى صالح ليا ويجي لبشرة مثلا دهنية غير صالح والعكس طيب إحنا في غينة عن كل المشاكل دي وعايزين نستخدم كريم آمن كريم كل مكوناته طبعية كريم مفهوش chemicals وهو ده يمنال سر الموضوع أنا جاي معاك النهاردة أتكلم على كريم هيعمل طفرة وهيعمل نجاح صاحق في مصر لأنه كريم كل مكوناته طبعية ما فيهوش أي أعراض جانبية مرخص من وزارة الصحة المصرية ومناسب لكل أنواع البشرة اللي هو كريم بينكي عظيم طيب فيه كمان ناس بتكلمني لما بيشوفوا الحلقات بيسألوني أنه هو ده الوش بس ولا أنا كوعي بيبقى في مسمر شوية في أماكن حساسة تانية بيبقى فيها زي تحت الإبط سمرار في أماكن معاينة متفرقة في الجسم هل كريم بينكي بيساعد على تفتيح المناطق دي؟ مهمة قوي موضوع المشاكل السمرار اللي في الـ private area أو لأي ست يعني أنا بقول لأي ست مش بس يتهتمي بدا يعني هو طبعا وشي هو مرئاتي للمجتمع وهو اللي بيبرز شخصيتي وهو اللي بيبرز ثقة في نفسي بس مهمة قوي المناطق اللي في الجسم سواء بينه أو مش بينه أرطبها مهمة قوي موضوع الكوع الناشف الكوع الغامق مش حلوة أبدا أبدا أبا لابسة نص كم ووشي حلوة ويبان هنا إيه المنظر ده والبنات اللي بشوفها كتير رجليها مثلا مبقع الركب لونها مش حلو بتلاقي بنات كتير يا منال في الصيف لو لابسة مثلا مني طول الوقت بتحط فاونديشن وحاجاته عشان توحى لون رجليها لا إحنا عايزين علاج لأن ده فيك يعني ممكن هتقاضي فترة طويلة برا الفاونديشن هيروح وركبتك لونها مش حلو مهمة قوي أي ست وأي بنت تهتم بتفاصيل جسمها وتفاصيل وشها وشعرها فأنا بقول الكريم الآمن لأن مش كل حاجة آمنة تتحط كمان تحت الإبت تحت الإبت الأندر آرم منطقة حساسة جدا 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 وكلها غدد وما ينفعش نحط فيها أي حاجة فأنا بقول الكريم الآمن اللي تحت تحت الإبت لأن بنات كتير بتعاني من تحت إبت غامق بتعاني من ركب غامقة التصاق الفغدين بيعمل حساسية وبيخلي الحتة دي حمراء وبتقلب غامقان وعند البعض هنا في العقل هنا برطة بتبقى غامقة هنا بتبقى غامقة وبالذات بقى الستات كمان اللي طول الوقت حتى قدها في مياه سخنة قاعدة في المطبخ على طول بتخسل الموعين كل الحاجات دي بتنشف جدا الإيد فأنا بقول الكريم الأمثل بسر تركبته المنفردة هو الآمن لتفتيح كل المنقطة دي مهمة قوي ما نساش كعب الرجل كعب الرجل بينشف قوي وبالذات الناس اللي ما بتشربش مياه بيحصل تشقوقات وبيغمع وكعب الرجل مهمة قوي أن أنا أزيل الخلايا الميتة منه أنا عندي مادة مهمة جوة كيمبينك اسمها مادة السليسين الكعب اللي هو المحجر ده ده كله خلايا ميتة فلازم أن أنا أزيلها عشان تبقى الرجلية في صحة وبالذات مرضى السكر لازم جدا يعتنوا برجليهم لازم فأنا إزاي أقدر أعتني برجلية سواء ست أو راجل أن أنا أستخدمه في كعب رجلي أستخدمه في رجلية كلها حتى البنات في الصيف تقدروا تلبس سنادل وهي مش مكسوفة فأنا بقول كريمبينكي اللي أمثل لكل مناطق الحساسة وغير الحساسة في الجسم دلوقتي واحدة بقالها عمر وزمن بتستخدم كريمات مختلفة ممكن يكون لها أضرار فيها حاجات كيميائية لبلبلهات كل الحاجات دي بتأثر على بشرتها وتم هنقول إيه مش تلفه حصل له مشاكل هل بعد الاستخدام الكريمات دي كريمبينكي ممكن يصلح اللي حصل ده من الكريمات السابقة طبعا كريمبينكي بيصلح حيوب كتير جدا في البشرة كريمبينكي بمكوناته الطبعية وبصر ترخيب كيبته بيقدر يصلح المشاكل دي يمكن احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في موطوع تأشير البشرة تأشير البشرة صحي لكن كتره غير صحي يعني بتلاقي انت عارفة ستات كتير يا منال خلاص بقت أدكت وعندها أدكشن إدمان للتجميل ويمكن لما بكلم صحابي والله يا منال احنا يعني بيبع عندي مثلا مشكلة عايزة ترحل صحابيتي تتكلمني عن التجميل وعندنا حوس في التجميل تكرار التأشير كتير ده غلط انت التأشير بتشيلي للطبقة الميتة استنوزبر شوية احنا مش كلش أسبوع ان احنا قاشر انت خلاص شلتي الطبقة الميتة مش محتاجة تشيلي طبقة تانية انت كده موضوع التأشير بدأتي تخشي في طبقات ما ينفعش تتشير طيب أنا دلوقتي خايفة من الأعراض الجنابية وبالذات أصحاب البشرة الجفة البشرة بتجفة أكتر وانا عايزة أقشر جلدي يعني ايه تأشير يعني بتزيل الخلايا الميتة المترقمة على جلدك اللي بتخلي الجلد ما يتنفس اللي بتخلي الجلد ما يفرز الكولوجين من أول وجديد اللي تخلي ما يبقاش فيه تنشيط للدورة الدموية اللي بتخلي الجلد الميت بيخلي وشي يبتدي يطلع فيه حبوب فأنا أستعيد بمواد التأشير أو بعملات التأشير باستخدام كريم بينكي الأمثل لتأشير البشرة بلطف الأمثل لتأشير البشرة من غير أي أعراض جنابية ونقدر نستخدمه وننزل بيه يعني التأشير الكيميائي وكده بيبقى كويس بس أنت أحيانا بيحصل سايد إفكت الأسحار بالبشرة الجفة والدكتور يقولك لازم تقعد في البيت عشر تيام ما تنزليش ما تجيش ما تتعرضيش للشمس فأنا أبقى أقول إحنا حطينا مادة مهمة أو اسمها الساليسين اللي تقدر المادة دي طبيعية تقدر تقشر من غير أعراض جانبية عظيم الرجالة كمان بيحلقوا باستمرار وشغلتهم بتتطلب منهم لازم يحلقوا كل يوم يعني دول بيصعبوا علي قوي وبيحصل لهم برضو حبوب وحاجات كده هل كريم بينكي ينفى معهم؟ قريدي عملة كتير عندنا على فكرة يمكن كل مرة بتكلم معك على الستات بس برضو ما ينفعش هننسى الرجال يعني أنا عندي عملة كتير جدا استخدموا كريم بينكي وبذات الرجال اللي قلت عليهم يا منال اللي وشهموا على طول بيحبب استخدموا كريم بينكي وأنا بحب على طول أعرف يعني لما بكلم الشيكة أكلم الكول سنترها إيه الأخبار أخبار العملة إيه فبيقولي الرجال كتير جدا مبسوطة لأن كل الحبوب راحت وأصار الحبوب هو مش بس مشكلة في الحبوب مشكلة في الأصار المشكلة في الجفاف هو بيحبب لأن بشرته جفة كمان وما استخدمش كريم بينكي فأنتي زلت طبقة مهمة فأوريدي الوش بيلتهب وبيحبب رجال كتير جدا اتبسطت من موضوع الحبوب اللي بتحصل رجال يستخدموا صبحوا بالليل عادي جدا أو قبل الحلاقة أو بعد الحلاقة وعندنا عمل رجال عندها تصبغات جلدية لأو نتيجة ممتازة باستخدام كريم بينكي طيب أنت عارفة إحنا شغلينا بالذات لو أنا بصور مثلا شغل ممكن أقعد في 15-20 يوم أعمل ميكاب كل يوم كل يوم لمدة 16 ساعة مثلا 17-18 ساعة ده بيأثر أكيد على البشرة يعني ساعات بعد أما بيعاني شغل يومي بجد بحس أن شخصيتي شخصيتي بتتعب طبعا جلدي بيتعب وبحس أنه بقى جفة قوي هل مع المكياج الكتير بينكي بيساعد في مع البشرة المشاكل اللي بتحصل دي من بتتعب المكياج طبعا يعني أنا بقول استخدام الميكاب كتير زي ما قلت مانال بيأثر على البشرة وأنا بحس لما بحط الميكاب بحس أنه وشي ماسك كده حلوة قوي أن البنت تشيل المكياج ووشي يبقى فيه نظارة فأنا بقول أن كريم بينكي لا يدعرض إطلاقا مع الميكاب أنا عايزكي إن شاء الله لما رجاءت تجربي الميكاب الكريم قبل الميكاب هتلاقي لما بتشيل الميكاب وبعد فترة هتلاقي وشيك مشتعبين كريم بينكي بمواده بيعمل حماية من اختراق الميكاب للبورز اللي هي المسامات يمكن بنشير الميكاب لما بنروح مهما شلتي ومهما أنا شلت برضو في حاجات بتختارك طبقات الجلح وبتدخل شوائب وميكاب فأنا عايزة أزيل كل الخلايا الميتة دي فأنا بقول إن كريم بينكي لا يدعرض إطلاقا مع استخدام الميكاب بالعكس أنا ممكن أعمل طبقة والحلوة في كريم بينكي يا منال إنه ما بيزيتش يعني يقول لي إيه طيب أنا هحطه بقى وهحط الميكاب وشي لزق إطلاقا هو سريع الامتصاص البيز بتاعه بيوريفايد ووتر ووتري مية ما بيسيبش أي جريزي ريز دي على السكن فأقدر أستخدمه قبل الميكاب من غير أي مشاكل حلوة قوي خالص إيه بقى الفيتامينات اللي وشينا بتحتاجها أو بيحتاجها علشان يبقى نظر من أهم الفيتامينات اللي وشي محتاجه طبعا فيتامين A و E و C وأهمهم الحقيقة فيتامين C عشان كده بتلاقي برندات كتير قوي بتنزل فيتامين C فيتامين C مهمة قوي قوي لمناعة جلدي ومناعة جسمي طبعا ففيتامين C بيقوي للجلد فيتامين C بينشط للدورة الدموية وفيتامين C بيقلل التصبغات يمكن تلاقي إيه برند بفيتامين C عشان يقلل لي البقع والنمش والهالات السوداء موجود داخل كريم بينكي وفيتامين C ليه ميزة مهمة قوي لازم يحفز أنا لازم أستخدم كريم ينشط لي الكولوجين الكولوجين مهم جدا الكولوجين بيديني بشرة فيها نظارة تحفة مش مهم البنت أو ست تبقى ملامحها جميلة مهمة تبقى عندها كاريزمة الكاريزمة ازاي بتطلى تطلى ازاي بالبشرة الحلوة ممكن تلاقي سيدة لابسة برندات من هنا لهنا ووشها تعبان ما يبانش بنت تانية ووشها فيه نظارة ولابسة تيشرت سعرها عادي جدا وحتى الجينز وكده بس تحبت تبصلها هي دي نظارة فأنا بقول فيتامين C بيديني النظارة دي أهل أنا محتاجة أشتري فيتامين C أنا قريدي عندي في كريم بينكي مليان فيتامين C فمن أهم الفيتامينز اللي موجودة داخل كريم بينكي فيتامين C اللي بيديني نظارة حل وقوي وبعد فترة هتلاقي إن كده مش محتاجة تحطي الميكوب اللي زيادة عن الزو يا سلام أيوة دي أومي وكلنا بنثمان نهر أنا شو بصير بحطش مياه في حاتي طيب الناس اللي ما بتشربش مياه كتير ده بيأثر على كل أجهزة الجسم وطبعا الجلد مهم جدا في حكاية موضوع المياه دي هل كريم بينكي بيساعد في الترطيب أكتر للناس اللي ما بتشربش مياه كتير طبعا ما بتشربش مياه كتير أنا لأ أحبز هذا هذا مهم قوي أشرب مياه لكن كريم بينكي بيعود ده لأنه فيه منتجات بيعمل جدا على ترطيب الجلد زي الكاكاو باتر زي الشياة باتر الاتنين دول بيزباطوا المحتوى المائي خل البشرة الجافة مش هتجف مع استخدام بينكي ده احنا عندنا حاجات كتير بينكي بيعملها نيجيبه منين؟ نقدر نكيبه عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة مواقع الشراء الإلكترونية المعروفة وموجودين في كل سيدليات مصر هلوة قوي خالص شكرا دكتورة دينة أبو السعود ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا